إنه صباح عيد الفطر بالمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بالمحمدية فالأجواء هنا توحي ليوم عيد التأمت فيه العائلة الكبيرة التي تنتمي لهذه الدارة والدار اليوم استقبلت زوارا هم أعداء جمعية تطلعات شباب المغرب بالمحمدية أتوا حاملين معهم فطور عيدهم ليتقاسموا فرحة هذا اليوم مع نزلاء المركز هذا حفل يوم العيد يوم السيدات الراحية من التأذر كنجيوا باش أولا باش نحتفلوا كنحتفلوا مع عائلتنا مع الناس ديوننا أولا تانيا باش نحاولون ندوسوا احتحنا واحد رسالة ديال المجتمع والناس اللي كي يشتغلوا في هذا المجال أنه أراها خصوص القيام ديال التضامن في المجتمع كنا نعملوا الجهد ديالنا باش نعوضوا الجو الأسري كيف ما كتشوفوا اليوم نهار كبير عند الله بعيد الفطر وحنا تحنا كننضموا الصابحة ديالعيد وشبتوا الحضور كتير الحمد لله المغرباء معطائين وجاءوا كلهم كيساندونا هنا وحاضرين معنا برنامج الصبحية تضمن تشارك وجبة الفطور مع نزلاء الدار من الأشخاص المسنين وإدخال الفرحة على قلوبهم بهدايا بسيطة قد تعيد إليهم معنى شعور بالاهتمام حسي تنبع الفرح كبير ووزع ماد الناس دورا من خلص ميلار بالعالمين أنا فكرت الفاميلا وتفكرت الخوت وتفكرت الحباب ولكني لقيت أول حبيب أول خو أول خط وما هدولك الناس كعزرون هنا هي بسمة ارتسمت على شفاه هؤلاء الرجال والنساء بفعل التفاتة بسيطة أدخلت الدفء على قلوبهم دفء قد يقيهم برودة خريف العمر أليست هذه روح العيد؟ أليست هذه روح العيدة؟